فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله في وجه آخر من التشبه قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال نعم الله جل وعلا ذكر عن النصارى فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد فلما سمعها عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان نصرانيا قبل الإسلام قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم هو ظن أن العبادة هو الركوع لهم والسجود لهم قال إننا لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتطيعوهم قال بلى قال أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتخذه ربا لأن التحليل والتحريم من حق الله جل وعلا وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى وَإِنَ طَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الذين أحلوا الميتات وقالوا إنها أولى من المذكات لأنها ذبيحة الله وأما المذكات فهي ذبيحتكم قال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم في استحلال الميتة إنكم لمشركون بالله في التحليل والتحريم لأن هذا من شرك الطاعة هذا يسميه العلماء شرك الطاعة وهي طاعة العلماء والعباد في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وهذا نوع من الشرك وهذا في النصارى كما حكاه الله عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل وكان في هذه الأمة من تشبه بالنصارى فصاروا يتبعون مقلديهم وإمتهم في الأقوال ولو كانت مخالفة لكتاب الله وكتابه وسنة رسوله فلو أحلوا شيئا حرمه الله لا أطاعوهم ولو حرموا شيئا حله الله لا أطاعوهم تعصبا لأقوالهم وهم قد يكونون مخطئين لم يتعمدوا هذا وينهون عن هذا لكن أولئك أتباعهم لا يتركون شيئا مما قالوه ويعتقدون فيهم العصمة ويقولون هم أعلم منا وهم أحسن منا وهكذا ترجمة نانسي قنقر